سيد الرئيس شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة لإجراء حوار قصير مع قناة الغد أبدأ بالسؤال عن ما يجري في الشرق الأوسط أنتم وصفتموه بأنه فشل لسياسة الولايات المتحدة هل تعتقدون أن الأمريكيين سيأخذون بالاعتبار ما يحصل ويبدلون سياستهم؟ لا أعلم السؤال يوجه لهم لكن مسألة فشلهم أمر وقع لماذا؟ أنا أؤمن بذلك فالولايات المتحدة بتعلت عن أليات التسوية الدولية لهذه القضية التي كانت تضم عددا من الأطراف من بينها روسيا لقد احتكروا عملية التسوية وفي مرحلة معينة اضطرت السلطة الوطنية الفلسطينية لإصدار عدد من التصريحات للقول إنها ليست جاهزة للعمل على التسوية وفق القواعد التي تفرد عليها وقبل كل شيء الأمر يتعلق بالنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بالنسبة لموقفنا كان واضحا وشفافا منذ البداية ومعروف لأصدقائنا في فلسطين وللقيادة الإسرائيلية أنا شخصيا ونحن جميعا نشدد على شيء واحد ضرورة تنفيذ القرارات الصادر عن مجلس الأمن لتحقيق الهدف النهائي وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وهو الأمر الذي كان مقررا منذ إنشاء دولة إسرائيل القضية صعبة وحساسة في الوقت الراهن يتعين الابتعاد عن التصريحات النارية بغض النظر عن أي شيء لا يجب إهانة مشاعر الناس المعنيين ثانيا يجب القيام بكل ما يمكن فعله للحيلولة دون وقوع ضحايا بين المدنيين لو كان الأمر حتميا يتعين تحديد الأهداف لتقليل المخاطر والخسائر في صفوف الأبرياء والأطفال والنساء وكبار السن هذا موقف معروف ولا يشكك فيه أحد وبالطبع من الضروري عدم السماح بتوسيع نطاق الصراع لأنه لو حدث ذلك سيؤثر على الوضع الدولي بأكمله وليس المنطقة فحسب كما تعلمون أن الولايات المتحدة أرسلت أكبر حاملة طائرات للمياه المقابلة لإسرائيل كيف تصفون هذه الخطوة؟ لا أرى معنى لها من حيث الجوانب العسكرية لقد تسألت لماذا يفعلون ذلك؟ هل سيقومون بالقصف مستخدمين تلك المقاتلات المرابطة فوق هذه الحاملة؟ لا أرى لها مغزا عسكريا من ناحية أخرى قد يكون القصد إظهار الدعم السياسي العسكري باعتقادي أنه لا يجب في الوقت الراهن التركيز على الأمور العسكرية بل الدبلوماسية لإيجاد سبل لوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن وكذلك العودة إلى العملية التفاوضية التي من الضرورية أن يقبلها جميع الأطراف بمن فيهم الفلسطينيون هل توجد فرصة لديبلوماسية؟ روسيا هي عضو في الرباعية الدولية هل هناك فرصة لاستئناف تلك الآلية؟ لما لا؟ تربطنا علاقات متينة مع إسرائيل وعلاقات صداقة مع فلسطين على مدى عشرات السنين وهم يعلمون ذلك وروسيا باعتقاد بإمكانها المساهمة في عملية التسوية لكن درجة التوتر الحالي غير مسبوقة هناك دعوات داخل إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء في مصر كيف تقيمون ذلك؟ من الصعب التعليق على هذا الأمر إنها الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون إنها أرضهم أرضهم التاريخية وأكثر من ذلك كان من المخطط إقامة دولة فلسطينية مستقلة وبرأيي أن مثل هذه الدعوات لا تؤدي إلى إحلال السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر